أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وير المغضوب عليهم والاللالدين بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكشرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأغقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواهم عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى خسي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أخصيناه في إمام مبين واذرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم مثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهون نرجمنكم وليمسناكم منا عذاب أليم قالوا ضائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأنتخذوا من دوني آلهة يردني الرحمن بالذر لا تغن عني بالذر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما اغفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جل من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فيذا هم خاملون يا خسرة على العباب ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستنزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محذرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسمخ منه النهار فإذا هم مذلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك فقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالورجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكنوا في فلك يصبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أم قعموا من لو يشاء الله أقعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسعة ولا إلى أهلهم يرجعون ونفقوا في الصور فإذا هم من الأجداث إلا ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقلنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تدلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في ثغن فاكرون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاتمة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آلم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تاقلون هذه جهنم التي كنتم تعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا السراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مذيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مانتون وذللناها لهم فمنها رقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعنيون أولم يروا الإنسان أن خلقناه من نطافة فإذا هو خسيم مبين واضرب لنا مثلا ونسيا خلقه قال من يحيي العظام وهي الرمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الثجر الأخضر النار فإذا أنتم منه توقضون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فننفقول